طب احنا دايما بنسمع انه اللحمة الاحسن ان احنا ما نخسلهش طبعا ليه ده؟ اه اقوله حضرتك ازاي بقى بقى ده الجزار بيمسك بايده وهي تكياطا قطيع بالسطور اللي بيبقى في ايده ده ويفضل يحط في الكيس والله في الطواقبيني كل ده بايده لا يا دك لا انا عايزة اخسل اللحم لا انا عايزة اخسل اللحم اشعله ملح لا هقوله حضرتك دي الفكرة والله والبتاعة نتخيني انا وهيد الوقت لا لا فيش كنا عايزة بقى من بسط يعني بالنسبة لللحمة احنا اهم حاجة حفظ اللحمة مبعد ان احنا اشتريناها او دبحناها ازاي نحفظها او لغاية ما نطبخها لدينا حاجات المهمة جدا ممكن نشتري اللحمة وتبقى كويسة جدا وانا ما احفظهاش كويس ما هي في الفريزر لا فيه طبعا طب قولنا اه 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 وبعد قد ايه اللي انا شريها احطها في الفريزر على طول لو هي فكة يعني لسه ما اتجمدت والمتبوح نحطه في الفريزر يعني يقول لنا كده ايه طيب بالنسبة انا نتكره عشان هنعفل اطحية بندبح اكتر او بناخد لحمة اخر اول ما اللحمة بتتدبح يفضل ده يعني ممكن دي رقم واحد ان احنا هناخدها ونحطها في الرف اللي تحت الفريزر على طول في الرف اللي تحت الفريزر على طول يعني في التلاجة في التلاجة عشان في ناس الفريزر سيبرت على التلاجة بتاخد نوع من انواع التبريد التبريد ده مفيد جدا للحمة تشميع اللحمة ليه؟ ما حقولك تشميع اللحمة ده بيتطلع ذي احماض ذي الاكتك اسد او احماض معينة بعد اللحمة ما بتحفلها تيبس او شديد او بعد دبحت وحصل فيها التوطر في العضلات فيها وكده فده بيخلي اللحمة حامضية كلمة اللحمة حامضية بمعنى انها متبقاش ميديا كويسة لموه البكتيريا اه والعضلات بتاعت اللحمة بتلاقيها شوية فكت عن بعض فتلاقي اللحمة لو انت خدت قطعة لحمة وسلقتها على طول وعملت فتة مثلا هتبقى شدة معاك او تاخد وقت كتير لو حطتيها يوم بس والتاني يوم طبعا لدي تخطيها في الفريزر اه يعني يوم في التلاجة وبعد كده في الفريزر طبعا بطلعها بقى بس بها تفك ازاي برضو برجعها تاني التلاجة اه بالنسبة لفك اللحمة ازاي اولا لازم لو انا بحتفظ باللحمة جوه الفريزر يريدنا احتفظ باكياس تكون اكياس ساعة الفريزر كامة الاغلاق مفيش هوا يكون داخل فيها ونحط الكميات اللي على قد يعني مددش عن كيلو مددش عن كيلو لان ربا بنكون لحوم يعني اللحمة اكتر من الكيس مبتاخدش التبريد الكفاية او بعد ما فتحنا ولي ايه ده مش حبخ كل ده نروح ناخده ونرجعه تاني نفك وبدو نفك وبدو نحفظ عن اللحمة تسمو من اللحمة او لقدر الله فسادها مشكلة طيب لو احنا عادينا نفكها ازاي في كذا طريقة اما انا قررت ان انا عندي عزوما مثلا سقبلها بيوم فانا هاخدها وحطها في التلاجة او زي ما نهاد قالت ده اسلم حاجة مش كده؟ ده اسلم طريقة بس بتاخد وقت طبعا او فكرة ان انا حطها وحطها عادي شوات مية سخنة طبعا غلطت كبير لان انا بعمل ايه بسخن الجزء الخارجي من اللحمة طب انا امطلع اللحمة وجهزة اللي هعملها للعيلة وكل حاجة وجوزي جي قال لي اختي جاي وطار فمين جاي وكدا ومضر حالا اطلع لحمة زيته في كيس هتحطيها في طبق مية يكون فترة ساعة يعني او مش ساعة فترة عادي من الحرفية وتتغير كل ثلاثين دقيقة كده تتغير وغاية ما تفك وفي افكار بقى ممكن تحطيها في المايكروويف طب اه المايكروويف قال ديفروست اه ممكن تحطيها بس حطيها على اقل درجة لان لو الحرارة فيها عالية يعني مثلا لو حدتها على درجة عالية شوية بالله هتتمنى استاوتك فدي حدت دخلتي حرارة عالية على اللحمة حرارة عالية يعني سريعة الانتشار فاحنا احسن حاجة نحطها في مية ساعة ونخلى عليها مية جارية لغاية مية هي معنا في ساعة هتقوم تفك تفك اللحمة المفرومة طبعا ايوه لسه حال كان السؤال اللي جاي مهم بقى تدخلتيني قطية ازاي نحفظها ودلوقت انا كنت مسك في اخناها بتقولك ما تخسليش اللحمة لأ مخسلش اللحمة ازاي بوست حضرتك الوقت احنا اللحمة فيها سوايل بتاعتها اللي هي الدم والحاجات اللي فيها دي احنا مش عايزين نزود الرطوبة جوه اللحمة هتزود الرطوبة هتزود غشاط نمو البكتيريا فيها في الاسرع فيفضل انك هتحطيها في كيس نظيف محكم الاغلاق نظيف وانا اروح اخسل ايد الجزار قبل ما يقطع لي اللحمة طب هاعمل ايه انا لازم اكتمحة ده بقى اختيار الجزار لان ده مشاكل تانية ايوه انا لازم اللحمة بقولك بخسلها بالخل والملح وافضل لحد ما بتبقى لونها ابيض طحفة كده ابيض دي مش طحفة دي كتا استخدمية على طول اه 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 عملتها كده استخدمية على طول ايوه انا اه ايوه انا لو تطلعها قبل الطبخ تقصد قبل الطبخ بخسلها اه انا بحسكت جبتها من الجزار لا انا بجيبها بالنزارة فطها في الفريزر اه طبعا ولما تطلعها لازم نخسلها اه ده طبيعي طبعا اه ده صح ده عادي موضوع ان انا ما نخسلش اللحمة ده ما نخسلش اللحمة قبل التخزين قبل التخزين انما انا مطلعها عشان اه طبعا لازم تتغسلوا لا تتغسل فيه فرق ما عليش احنا الميديا اللي عندنا زي ما حالك بتقولي كده عملك هتشوف الجزار لابس جلابز مستحيل ولو لابس هو جلابز بثانا الدنيا مختلفة انا وكان فيه فترة روحت فيها استراليا وشوفت المجازر هناك كان من اجمل الحاجات اللي شفتها روبرت هو اللي بيقطع وبيشفي وبيعمل روبرت هناك المجازر سبا لا حلوة فكرة قالت لك هناك المجازر سبا سبا مش جزار من الجميل انا بيحط معا مثلا ده يفرع روز مالي ويكتب عليها دونت ووش يعني استخدميها من غير غسيل في الحالة دي اه انا اقولك استخدميها من غير غسيل دونت ووش خلاص انت جيزت ضمن هاندريك فشينت انه هي ضريفة وفولة دي حاجة مفرومة بقى نجيبها مفرومة واللي احنا مش عارفين بيقى شكرا